نعتز بإعلاقتنا الوثيقة بالنيجر الشقيقة وهي دولة صديقة لمصر وكما ذكرت تربطنا بها علاقات أخوية ونعتز بهذه العلاقة وأنا حريص شخصيا بطبيعة الحال أن يكون لدي تواصل شخصي مستمر مع أخي بكاري وزير خارجية النيجر وهناك كما تعلمون روابط تاريخية وثقافية ودينية تربط بين بلدين الشقيقين منذ مئات السنين ومصر حريصة كل الحرص مثل النيجر الشقيقة على مزيد من دعم وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات إن كانت المجالات السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو في مجالات التدريب ونقل الخبرات أود أن أنتهز هذه المناسبة لكي نجدد خالص التعازي القلبية لشعب النيجر وحكومة النيجر الشقيقة في ضحايا الفيضانات الأخيرة التي ضربت النيجر وأدت إلى نزوح أكثر من مليون مواطن ومقتل المئات وآملين في أن تخرج النيجر من هذه الأزمة ونحن نجدد دعمنا الكامل للنيجر في مواجهة هذه الأزمة والكارثة الطبيعية كما أيضا أود أن أسجل هنا دعم مصر الكامل لجمهورية النيجر في مكافحة الإرهاب كما تعلمون أن الوضع في منطقة الساحل الإفريقي الوضع هناك غير مستقر بشكل كامل وهناك نشاط للجماعات الإرهابية ولذلك مصر تدعم كافة دول منطقة الساحل وتدعم مؤسسات الدولة الوطنية في هذه المنطقة وعلى استعداد وهي تقوم بالفعل بتقديم كل المساعدات وإن كانت في مجالات المعدات أو التدريب لتمكين مؤسسات الدولة الوطنية في النيجر وفي مالي وفي بوركينا فاسو وفي أيضا الجابون لمساعدة هذه الدول على مكافحة الإرهاب وتدمير بنيته التحتية أخذ في الاعتبار الخبرة المتراكمة لدى الجانب المصري في مكافحة الإرهاب والنجاحات الكبيرة التي حققناها ونقلت إلى أخي معالي الوزير التجربة المصرية التي قامت في المقام الأول على النهج الشامل في مكافحة الإرهاب النهج يقوم على عدة أضلاع همها بطبيعة الحال الضلع الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوات المعيشة جنبا إلى جنب الضلع الأمني في مكافحة الإرهاب جنبا إلى جنب الضلع الأهم من وجهة نظرنا وهو محاربة الفكر المتطرف والفكر المنحرف وأخي معالي الوزير بكاري بعد انتهاء لقاء معه ستوجه إلى مشيخة الأزهر للتشرب بمقابلة فضيلة الإمام الأكبر لأن الأزهر الشريف له دور هم جدا في مكافحة الإرهاب من خلال تدريب الآئمة من خلال نشر الفكر السليم للإسلام المعتدل المتسامح الذي يقبل التعايش بطبيعة الحال وليس الفكر المنحرف الذي اختطفته جماعات إجرامية وإرهابية تتخذ الدين سطارا لها تناولت مع أخي بكاري العديد من الملفات التي تخص التعاون الثنائي هناك تحضير لزيارة معالي رئيس وزراء النيجر إلى مصر تحدثنا بشكل مستفيد عن التعاون في مجال الزراعة ومصر لديها مزرعة كبيرة نموذجية هناك في النيجر ونريد بناء على طلب من الجانب في النيجر التوسع في هذا النموذج وإصلاح مناطق واسعة من الأراضي الزراعية بحيث يتم إهداء جزء من المحاصيل إلى أشقائنا في النيجر وجزء أيضا يمكن أن نستفيد منه هنا في مصر تحدثنا أيضا عن التعاون في قطاع الصحة باعتباره قطاع أهم جدا وعربنا عن استعدادنا الكامل من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في توفير الدعم لأشقائنا في النيجر من خلال إفادة القوافل الطبية والأطباء وأيضا من خلال تطوير القطاع الصحي وتقديم الأدوية إلى أشقائنا في النيجر تحدثنا أيضا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب في المجالات الأمنية وأيضا في مجالات التدريب وبناء القدرات ومزيد من استفادة المتدربين من النيجر في من المنح التي تقدمها الأكاديميات العسكرية أكاديمية العسكرية هنا أكاديمية ناصر وأكاديمية الشرطة في مجالات مكافحة الإرهاب وكل التقدير لأخ العزيز وزير خارجية النيجر وسيكون هناك لقاء هام أيضا فيما تعلق بمكافحة الإرهاب غدا إن شاء الله هنا في مصر تحدثنا أيضا عن الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وأهمية تحقيق الاستقرار من خلال التنمية من خلال مكافحة الإرهاب وأنا أكدت من جانبي على أن مصر ترى في منطقة الساحل الأفريقي هي جزء لا يتجزع من الأمن القوم المصري وبالتالي أمن واستقرار منطقة الساحل هو من أمن واستقرار مصر وهناك في الفترة القادمة تطوير نوعي للعلاقات مع النيجر مع شقاءنا في مالي مع بوركينا فاسو وأيضا مع الجابون بالإضافة إلى تشاد وكل دول الساحل تحدثنا أيضا عن التعاون في المجال الاقتصادي والمجال التنموي وأخيرا وليس أخيرا تبحثنا حول العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين وعلى رأسها بطبيعة الحال قضية العرب والمسلمين وهي القضية الفلسطينية واستمرار العدوان للإسرائيل الغاشم على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والتصعيد والعدوان في لبنان وأكدت من جانبي على أهمية الوقف الفوري لهذا العدوان وأنه لا مجال لحصول أي دولة على الأمن والاستقرار في ظل أوهام القوة وغطرست القوة وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تحدثنا أيضا عن كما ذكرت الوضع في القرى الإفريقية والتعاون بين بلدين في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية ومرة أخرى أرحب أخي معالي الوزير بكاري في بلده الثاني مصر وأرجو منه أن يلقي كلمته لكم التحية